أكد الناتغ باسم مركز الإعلام الأمنية العميد يحيرسول أن القوات الأمنية في قيادة عمليات الأنبار ألقت القبض على مطلوب بقضايا إرهابية في مخيم العامرية وأكدت عمليات الأنبار أنها اعتقلت المشتبه به في ناحية الوفاء في حين تمكنت من تفجيل 40 عبوة ناسفة من مخلفات عصابات داعش الإرهابية في تقاطع السلام كما فجرت 32 عبوة ناسفة أخرى خلال عملية تفتيش في منطقة البوحسان كما فجرت 11 عبوة ناسفة عبارة عن جليكان مفخخ في منطقة البوعباد